بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن أسباب وأعراض حمر بحر أبيض المتوسط إن شاء الله هننزل فيديوهين عن مرض حمر بحر المتوسط ده الفيديو الأول اللي هو بتكلم عن أسباب والأعراض الفيديو التاني هي بقى عن التشخيص والعليق معكم دكتور عبدالله مغازي أستاذ مساعد الروماتيزم وامراض المناع والمفاصل جامعة القهرة مرض حمر بحر أبيض المتوسط مرض منتشر جدا في منطقة الشرق الأوسط أو منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط فلذلك سميت بحمل بحر أبيض المتوسط منطقة حوض البحر المتوسط اللي يتشمل الدول العربية اللي على دول حوض البحر المتوسط واليهود والأتراك وفرنسا وإيطاليا جنوب أوروبا يعني شمال أفريقيا وجنوب أوروبا وشرق أو غرب آسيا في الدول المطلة على حوض البحر المتوسط دي اللي بنسميها أمراض حمى البحر المتوسط أو منطقة اللي بينتشر فيها مرض حمى البحر الأبيض المتوسط فاسمها Familial Mediterranean Fever Familial ده الاسم بتاعها اللي هي يعني بتيجي متورثة بين العائلات وبعضها وميديترينيان اللي في منطقة حوض البحر المتوسط وفيفر اللي هو ارتفاع في درجة الحرارة فده معنى كلمة Familial Mediterranean Fever فهي مرض بينتشر في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط طيب اتكلمنا على ما هي حمى البحر المتوسط ايه أسباب حمى البحر الأبيض المتوسط السبب هو سبب وراسي سبب جيني يعني سبب وراس وجيني يعني بيتم توارثه بين الأجيال وبعضها فتلاقي الوحدة عندها حمى البحر المتوسط والدتها خالتها عمها عمتها أختها حد في العيلة عنده يقولك تبعا فيش حد في العيلة عندي لو دوروا في العيلة في حد الجدة اي حد هيلاء حد عنده في العيلة حمى البحر الأبيض المتوسط لأنه جين بيتوارث بين الأجيال وبعضها فده مرض بسبب الخلل في جين معين ايه الجين اللي بيحصل فيه الخلل ده هو جين اسمه ميف جين فالجين ده بيحصل فيه خلل والخلل ده بيؤدي إلى زيادة نشاط بروتين اسمه البيرين البيرين ده بيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وأعراض أخرى بالجسم لأن زي ما هنتكلم بعد شوية أن فيه عراض كتيرة جدا للمرض فالخلل الجيني ده بيؤدي إلى أن بتاعدي يفرز اللي هو الجين ده والجين ده بيستخدمه في التشخيص بعد كده فده أهم حاجة أن الخلل الجيني الموجود الخلل الجيني الموجود ده بيبقى جين متناحي من جين سائد يعني جين متناحي هدرب لكم مثال مثلا في الصلع الصلع في الرجالة ومش موجود في السيدات زي الرجالة ليه؟ لأن جين الصلع الواحد بيورس جين الصلع في الرجالة بيحصلوا الصلاة لأن الجين في الرجالة سائد ولكن نفس الجين الإنسان ورثه في السيدات بيبقى جين متناحي أو ضعيف يعني السائد يعني جين قوي ومتناحي يعني جين ضعيف فجين حمى البحر جين ضعيف لذلك يتم توارسه للطفل من أبوه ومن أمه يعني هي عندها جين متناحي وهو عنده جين متناحي في الاتنين تزوجه مع بعض حصل واحد متناحي مع واحد متناحي ولد طفل عنده حمى البحر الأبيض المتوسط ده سبب المشكلة أو سبب الخلل الجيني اللي أدى إلى بداية حمى البحر الأبيض المتوسط كلمنا على تعريف المرض وتكلمنا على سبب المرض نيجي بعد كده للأعراض وده نقطة مهمة جدا لأن دي يتبيعتمد عليها كتير جدا في تشخيص المرض الأعراض أول حاجة ارتفاع في درجة الحرارة السخنية الطفل يجي له حرارة الحرارة يتبع عالية جدا ممكن توصل لتسعة وتلاتين واربعين والحرارة دي بتقعد من يوم لتلات ايام النقطة دي مهمة جدا الحرارة تقعد من يوم لتلات ايام متعديش أربعة ايام أقصى حاجة وحرارة جديدة جدا والطفل يروح يكشفه على الحميات يكشفه بطنة يكشفه أطفال والحرارة الدكتور يدلو مضادات حيوية وحاجات للألم وحاجات للحرارة والحرارة ما بتنزلش فارتفاع درجة الحرارة نقطة مهمة جدا وديت هي النقطة الاساسية لان بنعتمد عليها في تشخيص حمى البحر المتوسط والحرارة دي مطلقة طاعة قد تختلف النوبات مثلا تيجي كل اسبوع اللي يارتفاع درجة الحرارة وتيجي بعد اسبوع اسبوعين شهر شهرين تلات شهور وقد تمتد سنوات يعني ممكن المريض ما تجلوش الأعراض لمدة سنوات عادة المريض ده كل ما بيكبر في السن اعراض الحمى البحر المتوسط بتقل يعني الاعراض بتقل مع الزنة المسافات اللي بين النوبات وبعدها بتقل مع الزمن فدي نقطة مهمة جدا ان النوبات هو مرض النوبات المتقطعة ما ينفعش يبقى مستمر ما ينفعش حمى البحر المتوسط يبقى مستمر هنتكلم ده ليه لان في كثير جدا من امراض روماتويد الاطفال بتنبقى فيها ارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع الامايولويد فبتشخصه حمر بحر ابيض المتوسط غلط اللي يرتفع في درجة الحرارة عندهم واجح في بطهم بيجي مع الحرارة والوجع البطن ده بيبقى شديد جدا لدرجة انه بيبقى سككين بتقطع في البطن والطفل بيعيط من شدة الالم وبروح لدكاترة ممكن يشخصوه زايدة يعني كثير جدا من الاطفال تم تشخصهم الزايدة الدودية وتم تعملهم عملية زايدة فعلا وده حاجة موجودة عالميا مش عندنا بس او مش في دوارنا بس لا ده حاجة الريبورتر عالميا في الكتب والمراجع بتقول ان كثير جدا من الاطفال تم تشخصهم اللي عندهم هم البحر المتوسط تم تشخصهم زايدة دودية وعملوا عملية زايدة فعلا فمنشدة الالم وقلم شديد جدا زايدة فبتشخصوا زايدة غلط ويتعملهم عملية غلط يعني فالطفل عادة بيرتحش باي حاجة ياخد مسكنات ياخد مضادات المغز ياخد حاجات زايدة ما بيرتحش بيها فوجع شديد في البط مع الاتفاح في درجة الحرارة حاجة متقطعة بعد كده ممكن يجي لهم التهاب شديد في المفاصل والتهاب المفاصل ده بيبقى الشديد اوي زايدة امراض المناعية بس ممكن يجي لهم التهاب في المفاصل واكثر الالتهابات بيبقى في مفاصل الرجلين تيجي في مفصل الكاحل او مفصل الرجبة وتسبب فيها التهاب وتورم وحمرار ممكن يجي لهم طفح جلدي طفح جلدي واحمرار في الجلد ده من اعراض المرض فارتفاح في درجة الحرارة ووجع البطن الشديد طفح جلدي التهاب المفاصل والتهاب المفاصل ده ممكن من شدة الالتهابات تعمل تقاكر في المفاصل لو ما تقالجتش صحة اخر عرض في اللي حمر بحر المتقصت واهم عرض والعرض المشكلة الكبيرة جدا وده في حالة ان لم يتم علاج المرض بطريقة صحيحة الالتهاب النشاو على الكلا او الاميلودوزيس فالاميلودوزيس او التهاب النشاو على الكلا اللي مضىها عمر سليمان رئيس المخابرات المصر السابق التهاب النشاو على الكلا بيت ترسب مادة اسمها اميلود في الكلا وده تؤدي الى ارتفاع في وظيف الكلا وفشل الكلا وفي الاخر لو ما تقالجش بصورة صحيحة طبعا التهاب النشاو ده او المرض النشوي ليس له علاج ناجح حتى الان بيجيب نتيجة كويسة طب النقطة مهمة جدا لازم ناخد علاجنا وهنتكلم في فيديو الجاية على التشخيص والعلاج ان شاء الله لازم ناخد العلاج بانتظام عشان نمنع ان التهاب النشاوي او مشكلة التهاب النشاوي تحصل في الكلا تمنى تكونوا استفدتم معانا النهاردة ما تنسوش الاشتراك في القناة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته